السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أعزائنا طلبت الصف الثاني عشر المتقدم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان الضرب القياسي لمتجهين الجزء الثالث وهو الدرس السادس من الوحدة السابعة أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو شرط تعامد متجهين تمهيد تذكر عزيز الطالب أن المتجهان المتعامدان تكون الزاوية بينهما قائمة أي أن ثيتا تساوي 90 ديجريز وأن كوسين 90 ديجريز يساوي زيرو وهذا ما يقودنا إلى النتيجة التالية نتيجة يتعامد المتجهان غير الصفريين A و B إذا وفقط إذا كان حاصل الضرب القياسي لكل المتجهين يساوي زيرو أي أن المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي زيرو والآن عزيز الطالب مع المثال السادس أي مما يلي يمثل متجهين متعامدين الفرع A المتجه A الذي مركباته زيرو وون وون والمتجه B الذي مركباته وون وزيرو وون الحل لكي نحكم على المتجهين بأنهما متعامدين أم لا لابد أن نقوم بعملية الضرب القياسي للمتجهين وكما درسنا سابقا عزيز الطالب فإن المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي نضع الصورة التركيبية للمتجه A ضرب قياسي الصورة التركيبية للمتجه B ونقوم بضرب المركبات المتناظرة في كلا المتجهين فيكون المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي زيرو ضرب ون زائد ون ضرب زيرو زائد ون ضرب ون وبإجراء العمليات الحسابية ينتج أن المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي ون وبالتالي لا يحقق شرط تعامض متجهين الذي ينص على أن المتجهين يكون متعامدين إذا وفقط إذا كان حاصل الضرب القياسي لهما يساوي زيرو وبالتالي نقول أن المتجهين غير متعامدين والآن عزيز الطالب مع الفرع B المتجه A الذي مركباته 3 و2 و-1 والمتجه B الذي مركباته 3 و-2 و5 الحل بنفس الطريقة عزيز الطالب نقوم بعملية الضرب القياسي للمتجهين A وB فيكون المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي أحسنت 3 ضرب 3 زائد 2 ضرب negative 2 زائد negative 1 ضرب 5 وبإجراء العمليات الحسابية يكون ناتج الضرب القياسي للمتجهين A وB يساوي 0 0 والآن ما رأيك عزيز الطالب هل المتجهان متعامدان أم لا أحسنت فعلا المتجهان متعامدان لأنهما حقق شرط التعامد فيكون المتجهان متعامدين والآن عزيز الطالب مع تمرين تحقق أي مما يلي يمثل متجهين متعامدين الفرع A المتجه A الذي مركباته 1 و0 و0 والمتجه B الذي مركباته 0 و0 و1 الحل عزيز الطالب من فضلك قم بإيقاف الفيديو وقم بحل تمرين تحقق أحسنت سنقوم بعملية الضرب القياسي فيكون المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي كيف تتم عملية الضرب القياسي؟ ممتاز سنقوم بضرب المركبات المتناظرة في المتجه A مع نظائرها في المتجه B فيكون المتجه A ضرب قياسي المتجه B يساوي 1 ضرب 0 زائد 0 ضرب 0 زائد 0 ضرب 1 وبإجراء العمليات الحسابية يكون ناتج ضرب المتجه A قياسيا في المتجه B يساوي ممتاز 0 ما رأيك عزيز الطالب؟ أحسنت إذن يكون المتجهان متعامدان لأنهما حقق شرط التعامد إذن المتجهان متعامدين والآن مع الفرع B المتجه B الذي مركباته 2 و3 وسالب 2 والمتجه Q الذي مركباته 1 و1 و0 و0 الحل أحسنت عزيز الطالب سنقوم بعملية الضرب القياسي فيكون المتجه B ضرب قياسي المتجه Q يساوي أيضا سنقوم بضرب المركبات المتناظرة في كلا المتجهين فنأخذ الصورة التركيبية للمتجه B ضرب قياسي الصورة التركيبية للمتجه Q ممتاز وبإجراء عملية الضرب أي أن نقوم بضرب المركبات المتناظرة فنضرب 2 ضرب 1 زائد 3 ضرب 1 زائد سالب 2 ضرب 0 وبإجراء العمليات الحسابية يكون الناتج لحاصل ضرب المتجهين قياسيا يساوي 5 هل تحقق شرط التعامد؟ ممتاز لم يتحقق لأن شرط التعامد أن حاصل الضرب القياسي للمتجهين يساوي 0 إذن المتجهان غير متعامدين وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق مدازل لن أحقق عقبير n